على كل الأحوال خلينا نرجع لجنوب أفريقيا يمكن موتونج جونيور كان بيتكلم على أنه مدرك تماماً أنه مواجهة كايزة شيفز للنادي الأهلي وتعتبر بالنسبة لها في جنوب أفريقيا مناسبة تاريخية لن تنسى لن تمحى من الزاكرة زي مصرح تحديداً وتكلم يمكن في تصريحاته على المواجهة المنتظرة وقال طبعاً إحنا مدركين تماماً أنه بالنسبة لنا مباراة لنهاية شامبيونز ليج أفريقيا مش النهاية لكن هم شايفينها بداية بداية أن هم يكتبوا تاريخ جديد لنادي كايزة شيفز في بطولات أفريقيا خذوا بالحضراتكم النادي ده لأول مرة بيوصل لنهاية بطولة الشامبيونز ليج وده في حد ذاته دافع كبير جداً هو أكبر عن ناحية دي إحنا عارفين إن إحنا أول مرة بنوصل مع نادي يحتكر البطولات الأفريقية بيتكلم عن نادي الأهلي ويعتبر أكبر نادي على مستوى قارة أفريقيا ولكن إحنا كمان بنحتفل أو بنشتغل على نفسنا بنحاول إن إحنا نطور من مستوياتنا بنحاول إن إحنا نعالج مناطق الضعف عندنا أو نقطة الضعف عندنا عشان نبقى جديرين بتحقيق البطولة لأن إحنا في طريقنا على حد تعبيره في طريقنا للوصول للمرحلة دي قدرنا إن إحنا نقصي فرق كبيرة جداً وأبطال لها أسماء محترمة جداً على مستوى القارة الأفريقية اللي لفت نظري بقى هو حالة التوحد اللي كلم عليها واللي كنتم بكلم حضرتكم إنها كانت تقليد أو كان جزء من ثقافة المصريين زماني يمكن عشان ما كناش بنعب أفريقيا كتير أو يعني ما كناش بنوصل يعني الأهلي النهاردة ما شاء الله تقريباً كل سيزن وصل قبل نهائي أو وصل لنهائي أو بيحقق بطولة فتعودنا شويتين فبقى لما أقولك إنه الأهلي راح يلعب نهائي دورة بطالة أفريقيا عادي يعني الجديد فما فيش حالة ده بالنسبة للأهلوية أما بالنسبة لبقية المصريين فأنا برضو ما تقدرش تلمس أو تحس إنه حالة المساندة لفريق مصري بتكلم هنا بقى على وسائل الإعلام بتكلم هنا على السوشيال ميديا بتكلم على الصحافة إنه حالة المساندة لفريق مصري رايح يلعب في نهائي أكبر بطولة في أفريقيا للعام التاني على التوالم أو هو صاحب أو هو حامل اللقب ما تحسش بحالة التوحد دي موجودة عندنا قوي لكن خد بالك موجودة قوي في أفريقيا وخد بالك الحاجات الناحية المعنوية دي بتفرق فكرة إنك انت تعود وده أوقات كتير جدا منتخب مصر عمل ده ممكن في أوقات كتير جدا حالة الدعم والمساندة والحجد الجماهيري دي بتفرق معنويا ونفسيا مع فريق ممكن يكون أقل فنيا فتعوضوا عن الفوارق الموجودة بينه وبين الفرق المنافسة يعني كتير من المناسبات للمنتخبات المصرية مثلا وحتى منتخبنا الأول بيتهيألي كده إنه الدفع المعنوية اللي خدها في 2006 مثلا عوضت كتير جدا من الفوارق وطبعا كانت البطولة على الأرض هنا فقدرت تكسب والمكسب بيجيب مكسب جبت بعدها 2008 وجبت بعدها 2010 وفي مناسبات كتير جدا حالة الدعم المعنوي ده فرقت معنديا ومنهم من ندي الأهلي وغير نتائج وحسم نتائج بطولات عشان كده أتمنى إنه الشكل ده ونعلم الناس الكبيرة الناس اللي فاهمة الناس اللي عايشت ده تعلم كمان اللي طالع إنه الرياضة في الآخر المنافسة من الضروري إنها ما تقضناش لفكرة الكراهية ترجمة نانسي قنقر